أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى لا زال الحديث يتحدث عن قصة أصحاب القرية جاءها هؤلاء الأنبياء عليهما الصلاة والسلام ثلاثة يدعونهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وكل الرسل أيها الإخوة الذين أرسلهم الله من آدم إلى محمد عليهما الصلاة والسلام يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولذلك دعوة الأنبياء واحدة أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أن أهل القرية قد كذبوا هؤلاء الرسل ولا شك أن في هذا تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا محمد أنت واحد وآمن بك كثيرون وكذبك كثيرون لكن هؤلاء ثلاثة ولم يؤمن بهم إلا واحد وهو الذي ذكره الله في هذه الآيات وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى أولا لاحظوا أنه قال في أول الآيات واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ثم قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وهي نفسها طبعا فيأتي سؤال ما الفرق بين المدينة وبين القرية معنا نفسها تماما كما في سورة الكهف عندما قال الله سبحانه وتعالى نعم في قصة موسى مع الخضر عندما قال حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ثم قال بعدها عندما أتى يفسر له هذه المواقف قال وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة وهي نفس المكان والجدار واحد نعم فسماها قرية هنا وسماها مدينة هنا طبعا البعض يرى أنهما واحد المدينة والقرية والبعض يفرق فيقول أن القرية أصغر من المدينة وسميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها لأن قرى بمعنى جمعة ومنهم من يقول أن الله سماها قرية لأنه عندما جاء موسى والخضر كانوا يطمعون في كرم أهل القرية وأهل القرى أهل كرم فلما أشار إلى سبب بنائه للجدار قال وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة والعادة أن الناس في المدن لا يسأل بعضهم عن بعض كما يفعل الناس في القرى لكبر المدينة واتساع المدينة كما هو حال الناس اليوم يعني في المدينة تلاحظون الناس يعني ربما لا يعرف الواحد عن جاره الكثير لكن في القرى لا يعرف ويسأل ويعني يبحث فهذا من أوجه التي يذكرها بعض المفسرين وهي على كل حال من ملح التفسير يعني وليست من صلبة لكنها ملفتة للنظر في هذه الآية أيضا فقال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى لاحظوا يا شباب وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي اتبعوا المرسلين هذا آمن بهؤلاء الأنبياء عليه الصلاة والسلام من هو هذا الرجل الله أعلم بعض المفسرين يقول اسمه حبيب النجار وهذا غير صحيح وأن حبيب النجار قبل ذلك بقرون في عهد موسى عليه الصلاة والسلام أو بعده الله أعلم لأن هذه مبهمة هذه القصة لا ندري هل هي قبل موسى أو بعد أو هي قبل عيسى قطعا فقال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى جاء من أقصى المدينة رجل يسعى فقدم المكان الذي جاء منه على الوصف للإشارة إلى أنه جاء من مكان بعيد فأولا وصفه الله بأنه رجل مدحا له وثناء عليه لأنه استجاب لدعوة هؤلاء الرسل الأمر الثاني فيها إشارة إلى حرصه رضي الله عنه على نصرة هؤلاء الأنبياء وعلى دعوة قومه الأمر الثالث أن فيها إشارة إلى أن دعوة هؤلاء الأنبياء والرسل قد بلغت أرجاء المدينة بدليل أن هذا الذي جاء مسلما جاء من أقصى المدينة فقد بلغه الخبر وطبعا لا يمكن أن يبلغ الخبر أقصى المدينة إلا وقد بلغ وسطها وأطراثها ولذلك قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ثم جاء وهو يسعى يعني ما جاء وهو يمشي بسكينة وهدوء لحرصه وإيمانه بهؤلاء الرسل عليه الصلاة والسلام قال يا قومي اتبعوا المرسلين يؤكد على دعوة هؤلاء الأنبياء ويقول اتبعوا هؤلاء المرسلين ثم يصفهم بوصف أيها الأخوة وصف الله به معظم أنبياء عليه الصلاة والسلام وهو أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يأخذون على دعوتهم أجرا مجانا يدعون إلى الله مجانا لوجه الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولذلك يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر الأنبياء نعم وأنهم لا يسألون على دعوتهم أجرا إلا موسى وإبراهيم فموسى وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يذكر الله عنهم هذه الصفة فقال المفسرون لماذا يا ترى لم يذكر الله هذه الصفة عن موسى في دعوته لفرعون وفي دعوته لقومه أنه يدعوهم لا يريد منهم أجرا وكذلك في إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه فقالوا السبب والله أعلم السبب والله أعلم هذا اجتهاد طبعا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو أباه في دعوته ويدعو قومه معه فحياء من والده الذي رباه وكان سببا في وجوده أن يقول له أنا لا أريد منك أجر لأنه قد تقدم فضل الوالد عليه بالولادة والتربية ليس كذلك فلم يقل هذه الكلمة تأدبا مع والده على الرغم من كفره ولا شك أن تلمس أوجه البر في مخاطبة إبراهيم لوالده في القرآن الكريم مهمة جدا وملئة بالفوائد حتى في سورة مريم يا أبتي يا أبتي يا أبتي أني أخاف أن يمسك إلى آخر وأما في قصة موسى فإن موسى كان يدعو فرعون وفرعون هو الذي رباه فموسى كما تعلمون نشأ في بيت فرعون فهو صاحب يد عليه أليس كذلك فأيضا تأدبا من موسى عليه الصلاة والسلام لم يقل هذه الكلمة ما أسألكم عليه من أجل وأما بقية الأنبياء عليه الصلاة والسلام فقد صرحوا بهذه الكلمة لأقوامهم نوح وصالح وهود وعيسى وغيرهم وشعيب وكذلك هؤلاء اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون يعني هم يدعونكم مجانا ودعوتهم صحيحة وصادقة والأدلة عليها ظاهرة قد يقول قائل ما هي المعجزة التي جاء بها هؤلاء الرسل نقول الله أعلم الله لم يذكرها لنا طيب هل بالضرورة أن يكون هناك معجزة نقول نعم لابد أن يكون لكل نبي من الأنبياء يرسله الله سبحانه وتعالى آية وبينة وحجة وهي التي يسميها العلماء في كتب المعجزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فيقول لا يوجد نبي من الأنبياء إلا وجعل الله له بينه وحجه تثبت صدقه والذي أوتيته أنا القرآن فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لماذا؟ لأن القرآن مستمر كما تلاحظون نحن نتدارس القرآن اليوم كما يتدارسه أبو بكر وعمر لكن عصى موسى ما شافها إلا اللي حضر الواقعة أما أبناؤهم يعني يسمعون بها ولكنهم لم يرواها لكن نحن لا لا نسمع بالقرآن نحن نقرأه ونحفظه ونتدارسه طيب ثم يقول الله على لسان هذا الرجل الصالح وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون لاحظوا كيف يناقش هذا المؤمن قومه ويقول الله هو الذي خلقني وفطرني وإليه المرجع والمآب يوم القيامة أأتخذ من دونه آلهة يعني كيف أشرك به آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون فهو يحاججهم محاججة عقلية يعني يقول أين عقولكم كيف تكفرون بالله الذي خلقكم ويحاسبكم ويجازيكم يوم القيامة وتؤمنون بهذه الأصنام التي لا تدفع عنكم ضرا ولا تجلب إليكم نفعا ولا تنقذكم إني إذن لفي ظلال مبين يعني إنني في هذه الحال لو آمنت بهذه الأصنام وكفرت بالله لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون هذه المشكلة الآن يعني لاحظوا هم أقلية الأنبياء ثلاثة والمؤمن واحد أربعة ماذا يصنعون مقابل أهل القرية الكاملة وهؤلاء مكذبون ويعني يعني متربصون قال إني آمنت بربكم فاسمعون هو طبعا مؤمن من قبل أن يأتي وجاء مؤمنا وبين لهم ودعاهم وأمرهم بالإيمان بهؤلاء الرسل لكنه صرح أمامهم فقال إني آمنت بربكم فاسمعون يعني هو يريد أنهم يبلغ جماعته ويقول لهم أنا أشهدكم أنني آمنت بالله وآمنت بهؤلاء الرسل لاحظوا سبحان الله العظيم في القرآن الكريم ما قال الله سبحانه وتعالى فقتلوه مع أنهم قتلوه ما قال قتلوه قال إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين طبعا معنى الآيات وهذا في القصص القرآني كثيرا يطوي المراحل ما يفصل لك تفصيل دقيق كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يروي يروي ثم يتوقف ثم ينتقل إلى مشهد آخر كما هنا فالله سبحانه وتعالى هنا لم يذكر لنا أنهم قتلوه وهناك روايات إسرائيلية كثيرة في هذه القصة بالمناسبة موجودة في تفسير ابن كثير وفي تفسير ابن جرير وفي غيرهما تروي أنهم لما سمعوا منه هذه الكلمة اجتمعوا عليه فبعض الروايات تقول أنهم دهسوه بأقدامه حتى لفظ أنفاسه وبعضهم يذكر أنهم رجموه حتى قتلوه فلما مات مقتولا أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة وأراه مقعده من الجنة فيقولون أنه لما رأى هذا المقعد وهذا النعيم قال يا ليت قومي يعلموا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ولذلك يقول أحد التابعين ما أبر هذا الرجل بقومه حيا وميتا فهو كان يدعوهم حيا ويدعوهم ميتا أيضا فعندما رأى النعيم الذي أعده الله له تمنى أن قومه ينظرون إلى هذا النعيم حتى يؤمنوا وهذا فيه فائدة أيها الأخوة أن الداعية والنبي المصلح يحب الخير لقومه ويدعو لهم ولو خالفوه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل هذه الأخلاق فعندما ذهب إلى الطائف ليدعوهم ويطلب النصرة طردوه عليه الصلاة والسلام ورجموه بالحجارة فكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون وكأنه والله أعلم ينظر إلى هذه القصة قصة هذا الرجل عندما قال يا ليت قومي يعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنهم لا يعلمون ولا يعرفون حقيقة هذه الحياة وأنهم سوف يأتون يوم القيامة ويبعثون ويحاسبون ويجازون فيقول لأليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين لاحظوا القرآن كيف يطوي المراحل فهو ينقلك مباشرة من هذه اللحظة التي يدعوهم فيها إلى اللحظات التي يدخل فيها الجنة ويرى هذا النعيم في الآخرة ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما أنزلنا على قومه من جند من السماء يعني يقول الله سبحانه وتعالى هل تتوقعون أنني عاقبت هذه القرية بأنني أرسلت جند من السماء لكي يعذبوهم لا الأمر أهوا من ذلك وهؤلاء المكذبون الذين قتلوا هذا المؤمن وكذبوا الرسل إهلاكهم أهوا على الله من أن يرسل لهم جند من السماء فقال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء يعني لإهلاكهم وما كنا منزلين لأن الأمر أعجل من ذلك ماذا فعلت يا رب قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون قالوا أن الله بعث جبريل عليه الصلاة والسلام أو أن جبريل صاح صيحة أو كما يقولون في بعض الروايات أخذ بعضادتي الباب قيل باب المدينة قيل باب القرية فصاح فيهم صيحة فلم يبق منهم أحد قال إن كانت إلا صيحة واحدة يعني ما كان عذابهم إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون وخامدون معناها ساكنون لا حراك لهم لم يبق لهم أي أثر ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في أمثالهم فهل ترى لهم من باقية خلاص وهذه الآيات التي تبين لنا أيها الإخوة عاقبة هؤلاء الذين المكذبين فيها تثبيت شديد للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها تحذير للمشركين الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد يصيبكم مثل ما أصاب هؤلاء المكذبين فقال الله سبحانه وتعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا حسرة على العباد يعني وحسرة على هؤلاء المكذبين يتحسرونهم على مصيرهم في الآخرة يا حسرة على العباد يعني هم يتحسرون في الآخرة على هذا المصير ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يعني ما لهم كيف يحكمون أفلا يعقلون كلما أرسلنا إليهم رسولا يدلهم على الحق يستهزئون به وهذه سنة من السنن أنه لا يرسل رسول إلا ويستهزئ به قوم قد ذكر الله في سورة الذاريات فقال ما أرسلنا من رسول في آخر السورة وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أو ما يأتيهم منه في آخر السورة ممكن أنكم تراجعون المصحف ما هو بين يديه كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فهي سنة الله سبحانه وتعالى قال أتواصوا به بل هم قوم طاغون يعني أن هذا لا يتواصوا به ولكنها سنة مضطردة لاحظ هؤلاء الذين أهلكهم الله لم يوصوا من بعدهم بنفس الطريقة لكنها هي سنة الله في هؤلاء المكذبين في كل زمان وفي كل مكان ثم يقول ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون هذا المقطع يعني قصة أصحاب القرية وما فيها من الفوائد يمكن أن نجملها في نقاط أولا أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا الرجل المؤمن وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أكرمه الله سبحانه وتعالى بما أداه من النصيحة وبما آل إليه بما آل إليه من الكرامة في الجنة الأمر الثاني أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى قديما وحديثا يلاقون من العناء ومن البلاء ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن هذا الرجل وربما أشد وربما أقل هذا الرجل طبعا قتل يعني بلغ من الأذى الذي تعرض له أنه قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وهناك من يبلغ الأذى دون ذلك من الإهانة أو الأذى أو السجن أو التشريد والطرد النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بلاده وهين عليه الصلاة والسلام من قبل المشركين وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كاد قومه أن يقتلوه رموه في النار وموسى عليه الصلاة والسلام أيضا طورت خرج وعيسى عليه الصلاة والسلام أراد قومه أن يقتلوه أليس كذلك فرفعه الله إليه وهذا الرجل قتل وقسوا على ذلك فهي طريق مليئة بالمشقة والعناء وليس طريقا محفوفا بالورود ومن اللطائف يحدثني أحد المشايخ يقول عندما تخرج عدد من طلاب كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية أول ما فتحت الجامعة الإسلامية قال فألقى أحد العلماء أظنه تقي الدين الهلالي المغربي الشيخ المغربي وكان يدرس فيها فألقى كلمة للطلاب الخريجين وقال أبشروا فأنتم مقبلون على خير وأنتم مقبلون على طريق مفروش بالورود فقام الشيخ محمد الشنقيطي بعد هذه الكلمة وقال أنا أختلف مع الشيخ أنتم مقبلون على ابتلاء ومقبلون على طريق مليئة بالمشقات ومليئة بالمعاناة وربما تجدون سخرية من الناس وتجدون استهزاء لأن الدعوة إلى الله طريق محفوفة بمثل هذه المشقات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فنقول من فوائد هذه الآيات أيها الأخوة هي أن دعاة التوحيد تعرضون للإيذاء وهذا الإيذاء قد يصل إلى القتل وقد يكون ما دون ذلك أيضا من فوائد هذه الآيات وجوب إبلاغ دعوة الحق مهما كان حجم التضحيات فهذا الرجل مع أنه كان وحيدا أعزلا ضحى بنفسه من أجل الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وقتل والله سبحانه وتعالى ذكره هنا في معرض الثناء عليه ولم يعتبر هذا إلقاءا باليد إلى التهلك أليس كذلك فهذا دليل على أنه محل قدوة رضي الله عنه وجمعنا به في الجنة أيضا من فوائد هذه الآيات بشرى المؤمن عند الموت لا سيما الشهيد فإنه يرى الجنة رأي العين كما في بعض الروايات ومن فوائد هذه الآيات مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في إهلاك المكذبين لأنه قد يقول قائل كيف يهلك الله هذه الأمم المكذبة لكن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تحدها الحدود وأنتم ترون اليوم من الآيات ما يعني يشيب الرؤوس مثل الزلازل والبراكين والفيضانات وقد رأينا شيء من هذا الذي يصيب الإنسان بالهلع فيهلك الله سبحانه وتعالى في دقائق أمم والله على كل شيء قدير أيضا فيها طلب للعبرة من أخبار الماضين وأحوالهم وقديما قيل العاقل من اعتبر بغيره والتعظى بغيره والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه هذه الآيات فيعتبر بها المؤمنون ولا تزيد الكافرين والمكذبين إلا ضلالة طبعا ذكرنا في أول السورة أن من مقاصد سورة ياسين أو مقصدها الأعظم تقرير البعث والنشور والجزاء ومن الموضوعات الرئيسية والمحورين الآخرين قصة أصحاب القرية وما فيها من العبر انتهينا منها ثم دلائل التوحيد ودلائل الوحدانية دلائل عقلية ودلائل مما يشاهده الناس السورة كلها الآن من الآن حتى تنتهي السورة في هذا الموضوع فيقول الله سبحانه وتعالى وآية لهم الأرض الميتة يعني يقول الله سبحانه وتعالى ومن دلائل ربوبية أرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون يعني ما هو بشيء يعني لا يعرفونه لا هو شيء يأكلون منه قال وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون لاحظوا هذه الاستدلالات العقلية الله يستدل عليهم بأشياء يعرفونها الماء الذي ينزل من السماء يعرفونها والأرض الميتة التي تنبت بإذن الله يعرفونها والنبات الذي يأكلون منه ويشربون من الماء كل هذه أشياء بين أيديهم معروفة وهم لا يملكون إلا أن يقروا بهذه الأشياء قال ثم قال سبحانا الذي خلق الأزواج كلها أيضا هذا دليل جديد وهو أن الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم بالزوجية فيقول الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق كلها زوجين زوجين وهذا صحيح فالبشر هم زوجين اثنين الذكر والأنثى والحيوانات بمختلف أجناسها والنباتات كذلك بل وحتى الجمادات مبدأ الزوجية موجود في كل المخلوقات وتعرفون الآن ما وصلت إليه من قضية النواة والنيوترون والالكترون والبروتون والأشياء هذه كلها تثبت هذا المعنى وترسخه معنى الزوجية قال سبحانا الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض يعني من النباتات ومن أنفسهم يعني البشر ومما لا يعلمون فأطلق يعني أشياء كثيرة لا تعرفونها ولم يصل إليها علمكم هي موجود فيها هذا المبدأ وهو مبدأ الزوجية أيضا ثم ذكر الله آية رابعة وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون أيضا هذه من أعظم الآيات التي يعني نشاهدها وهي تعاقب الليل والنهار ثم أنظروا كيف عبر فقال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون يعني الآن الليل النهار الآن كما تلاحظونه الشمس ثم يدخل الليل فشبهه الله سبحانه وتعالى بأنه كأنه جلد ينسلخ نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وهذه الآية بالرغم من أنها من أعظم الآيات يغفل عنها الناس لأنهم تعودوا عليها وقديما قالوا كثرة الإمساس تذهب الإحساس وإلا خروج الشمس من هذا المكان ثم غروبها من هذا المكان وخروجها من هذا المكان وغروبها من هذا المكان كل يوم لا تختلف منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله والأرض هذا آية عظيم ولو اختل في نظامها شيء لا انتهت الحياة كلها لكن بالرغم من ذلك الناس لا يتوقفون كثيرا عنده ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما جاء يحاججه النمرود قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأميت طبعا هو جاهل ظن أنه عندما يعفو عن شخص أنه قد أحياه وأنه إذا قتل شخصا بريئا أنه قد أمات هذا مفهوم خاطئ للإحياء والإمات لكن إبراهيم انتقل معه إلى شيء ما فيه مجال المناقشة فقال فإن الله إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب يلا خلاص هذه ما فيها تلاعب فبهت الذي كفر فآية خروج الشمس من مطلعها وغروبها من هذه آية عظيمة لكن لكثرة ما تتكرر علينا نحن لا نعرف قيمتها ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها هنا فقال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح يعني الله سبحانه وتعالى يذكر آية الليل والنهار والليل والنهار هما من آثار الشمس لأن حركة الشمس هي التي تولد الليل والنهار وحركة القمر تولد الفصول كما يقولون الأربعة نعم وحركة الأرض نعم فعندك الآن عندما يقول والشمس تجري لمستقر لها الله يقول الشمس تجري لمستقر لها وتدور في هذا الفلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا معنى هذه الآية فقال هل تعلم أين تذهب الشمس يقول لأبي سعيد الخدري قال الله ورسوله أعلم قال تذهب فتسجد تحت العرش يعني الشمس الآن إذا غربت الشمس إذا غربت تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن في الخروج مرة أخرى وهكذا حتى يأتي يوم تستأذن فلا يؤذن لها فتخرج من المغرب فعند ذلك يعني تكون هذه العلامة من علامات الساعة الكبرى طبعا قد يقول قائل كيف تسجد يقول الله أعلم لو لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك في الحديث الصحيح ما ندري ولا نعرف وهذه أشياء لا مدخل للعقل فيها وإنما هي أشياء غيبية لا يعلمها إلا الله أو من أطلعه الله على شيء من الغيب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها تذهب فتسجد تحت العرش وهذا معنى قوله لمستقر لها أو ذلك مستقر ثم قال الله سبحانه وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم يشير الله إلى هذه الآية العظيمة التي يعرفها العرب وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام ربط عندنا الشعائر الدينية بالقمر فنحن نصوم رمضان إذا رأينا الهلال ونفطر إذا رأينا الهلال ونحج إذا رأينا الهلال مربوط بالرؤية فهذا شيء تعرفه العرب وتألفه معروف لديها فيقول الله القمر الله سبحانه وتعالى قدره منازل منازل القمر يعني تعرفها العرب كما يعرف أحدنا راحت يده ولذلك قيل الإمرأة من العرب كانت مشهورة بمعرفة النجوم ومواسم والناس يعرفونها اليوم أيضا يعرفون المواسم متى يزرعون ومتى يحصدون ومتى ليس كذلك بالنظر إلى المواسم فقالت وكيف لا يعرف أحدنا سقف بيته ما هذا سقفنا نعرفه كما يعرف أحدنا سقف بيته هذا شيء من الأشياء والمعارف التي يعرفها العرب اليوم ربما تسع وتسعين من الناس لا يعرفون التعامل مع النجوم أليس كذلك لأنهم استغنوا عنها في الزراعة وما عاد في أحد يتابعها من أجل الزراعة أصبح الناس يتابعون تقويم أم القرى وتقويم قطر وتقويم لكن العرب عندما نزل عليهم القرى والرآن كانوا يدركون هذا المعنى وهو معنى دلالة القمر والقمر قدرناه منازل منازل القمر التي تنقل فيها ثلاثين ليلة أو تسع وعشرين ليلة قال حتى عاد كالعرجون القديم ما هو العرجون القديم قالوا هو العذق عذق التمر إذا يبس واشتد هذا العرجون وهو أشبه ما يكون بالقمر فعلا الهلال في حالة من حالاته في آخره قدرناه منازل حتى يصير في آخر ليلة من ليالي كأنه فعلا عذق تمر منحني يابس قال حتى عاد كالعرجون القديم ثم قال الله سبحانه وتعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح إشارة إلى دقة هذا النظام الشمسي الذي لا يختل شعره بأمر الله سبحانه وتعالى وتدبيره فإذا قامت الساعة انكدرت النجوم كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا النجوم انكدرت إذا الشمس كورت وذكر إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت خلاص انتهى انتهى دورها فالله يمتن علينا بهذا النظام أن الشمس لا يمكن أن تدرك القمر ولا يمكن أن يخرج القمر والشمس في وقت واحد ولذلك تغرب الشمس من هنا فيظهر القمر وهكذا ثم قال وكل في فلك يسبحون أنه الفلك هو المستدير كفلكة المغزل الشيء المستدير عند العرب ليس تام الاستدارة وإنما أشبه ما يكون بالشكل بيضاوي هذا هو الذي يسمونه الفلك في اللغة ولذلك بعضهم أيضا يبالغ في بعض اللطائف في القرآن الكريم كل في فلك كلمة كل في فلك فيها هذا المعنى تقرأها من أولها وتقرأها من آخرها نفس الشيء كل في فلك كل في فلك صح ففيها إشارة إلى هذا الاستدارة كل في فلك أن هذا الشمس والقمر تدور في هذا الفلك حتى يأذن الله سبحانه وتعالى وينفت هذا النظام ثم أيضا يذكر الله سبحانه وتعالى آية أخرى فيقول وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وجعلنا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين أيضا يمتن الله سبحانه وتعالى على هؤلاء وعلينا جميعا بأن الله سبحانه وتعالى قد حمل نوحا والمؤمنين معه في الفلك المشحون يعني الممتلئ لأن نوع عليه الصلاة والسلام أخذ معه في السفينة من كل زوجين اثنين ليس كذلك فيقول وآية لهم أننا حملنا ذريتهم كيف يعني المتوقع أنه يقول أننا حملنا أجدادهم في الفلك المشحون صح لأن الذرية هم الأولاد والأبناء وليس الأجداد فكيف يقول هنا وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون الفضل الشيء لا بس أن المخاطبين الآن يعني أنت الآن هل جدك وجد جدك من ذريتك ولا أنت من ذريتهم جميل يعني هذا توجيه فضل الشيء جميل على كل حال معنى الآية أن الله يمتن علينا بأنه حمل نوحا ومن معه جميل ثم ناتي فنقول لماذا قال ذريتهم نقول إما أن المقصود بالذرية هنا ليس فقط الأبناء وإنما مطلق النسب سواء كانوا متقدمين أو متأخرين فيدخلون فيها ومنهم من قال أنه عبر بالذرية هنا للإشارة إلى امتنانه سبحانه وتعالى باستمرار التناسل البشرية فالمتنان عليهم الامتنان على نوح وامتنان على أبنائهم من بعد كما سيأتي معنا كذبت قوم نوح المرسلين فيقول قائل كيف كذبت قوم نوح المرسلين وأصلا نوح هو أول الأنبياء هم ما كذبوا إلا رسولهم فقط قال العلماء لأن تكذيبهم لرسول واحد تكذيب لكل الأنبياء لأن دعوة الأنبياء واحدة فكذلك هنا أن الله سبحانه وتعالى امتن بحمل نوح وذرية فهي امتنان على كل البشرية لأنهم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام طيب قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يعني وخلقنا لهم يعني للبشر من بعد نوح عليه الصلاة والسلام لأن نوح هو أول من صنع السفينة بوحي من الله ولذلك صناعة السفن هي تعتبر وحي أوحى الله به إلى نوح عليه الصلاة والسلام ثم تناقل الناس بعد نوح هذه الصناعة صناعة السفن لذلك يعني المسلمون هم أول من صنع السفن بدلالة هذه الآية لأن نوح عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء الكرام عليه الصلاة والسلام فيقول الله وخلقنا لهم أي وخلقنا وجعلنا لهم من مثل هذه السفينة التي أنجينا فيها نوحا ما يركبونه في البحر بعده إلى اليوم طبعا وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين يعني الله يمتن سبحانه وتعالى بأنه حمل الناس في البحر على هذه السفن ولا شك أيها الإخوة أن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على البشر هذه السفن التي تجري في الفلك ولذلك امتن الله بها في أكثر من موضع ليس كذلك امتن الله بأن الله جعل الفلك والفلك تجري في البحر وفي مواضع كثيرة من القرآن لأنها من آياته العظيمة فعلا أن هذه السفينة الضخمة تجري على الماء ولا تغرق ويقول الله سبحانه وتعالى إن نشأ نغرقهم في هذه السفن وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم صريخ يعني منقذ منجد الصريخ هو الذي ينقذ المستصرخ يعني المستصرخ هو الذي يقول النجدة والصريخ هو الذي ينقذه ويلبي النجدة فيقول فلا صريخ لهم يعني لا ينقذهم أحد ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وهذه الآيات فيها فوائد عظيمة منها تقرير عقيدة البعث ومنها وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة التي امتنى الله بها نحن نرى الشمس ونرى القمر ونرى الليل والنهار فلابد أن يشكر الله سبحانه وتعالى الإنسان الحمد لله أن تشرق الشمس ما زالت تشرق من الشمس من المشرق ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا لسنا في بعض المناطق أيها الأخوة على سبيل المثال في مناطق في العالم لا تشرق الشمس عليها ستة أشهر أو أكثر من ذلك مثل على سبيل المثال فنلندا مثلا تبقى ستة أشهر لا تشرق عليها الشمس وستة أشهر لا تغرب تخيل ولذلك قال فلو شاء لجعلنا عليهم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيهم بضياء وكذلك امتن عليهم بأنه لو جعل النهار كله سرمد من يأتيهم بليل يسكنون فيه فهذه من أعظم النعم أيضا ذكر القرآن لأمور الفلك التي لم يعرف عنها الناس اليوم إلا النزر اليسير هذه إشارات موجودة في القرآن الكريم إلى هذه القضايا الشمس والفلك والقمر وكيف يعني يتتعاقب الليل والنهار ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين لاحظوا أيها الإخوة مجادلة الكفار والمشركين في الله سبحانه وتعالى هنا إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم يعني من العذاب والمستقبل وما خلفكم أي وما تركوا ما ستتركون وخلفكم من الأبناء والذرية لعلكم ترحمون يعني آمنوا بالله سبحانه وتعالى يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة ويحفظ أبناءكم من بعدكم يعرضون قالوا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم اللي كانوا عنها معرضين يعني بالرغم أن ذكر الشمس وذكر القمر والليل والنهار وكأنها لا تعنيهم ولذلك شوف الكفار الآن ما أكثر ما يشاهدون من الآيات والعبر بل ربما هم يشاهدون أكثر مما نشاهد لتقدم العلم عندهم وبالرغم من ذلك هم لا يزيدون إلا إعراضا ثم يقول وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله وأطعمه يعني يحتجون بالقضاء والقدر يعني يقول هذا الفقير الذي تطلبون مننا أن نطعمه لماذا لا يطعمه الله لا يعرفون أن الله يبتليك أيها الغني بهذا الفقير لينظر سبحانه وتعالى هل سوف تعطيه أم سوف تبخل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يعني يشككون في وعد الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وللمؤمنين بالقيامة وبالجزاء فيشككون فيه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة والخطاب طبعا هنا للمشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ما ينظرون إلا صيحة واحدة يعني ما ينتظر هؤلاء المشركون إلا صيحة واحدة كما وقعت في أصحاب القرية تأخذهم وهم يخصمون يعني وهم يختصمون ويجادلون في الله سبحانه وتعالى ويخاصمون فيه فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون يشير الله سبحانه وتعالى إلى أخذ البغتة أخذ البغتة وأن الله سبحانه وتعالى قد يأخذكم بغتة لدرجة أنك ما تستطيع أنك توصي أهلك وتأخذ فجأة فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ثم يذكر الله سبحانه وتعالى النفخ في الصور فيقول ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون الأجداث القبور جمعوا جدث وينسلون يعني يخرجون بسرعة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يعني أنهم في الآخرة يقولون هذا عندما يبعثون من القبور يقولون من بعثنا من مرقدنا من قبورنا فيقول الله سبحانه وتعالى هذا أو يقول الملائكة ذلك أو يقول المؤمنون كل هذا صحيح هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون أي نفخة البعث فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون هذه الآيات أيها والإخوة كما تلاحظون كلها في تقرير عقيدة البعث وأن الله سبحانه وتعالى يستدل علينا بهذه النعم العظيمة لكي يصل إلى هذه النتيجة أن الله هو الذي أنزل المطر وأحيى الأرض بعد موتها الذي يعاقب الليل والنهار الشمس والقمر كل هذا دليل على أنه سوف يبعث الناس بعد الموت وأن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب الناس ويجازيهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر نتوقف عند هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك